تعالى نروح على اللي حصل في السودان وبالتأكيد لازم نبقى بنطلع كل المشاهدين على ما يحدث وتحديدا حتى من خلال بيان الجامعة العربية أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط عن عميق القلق والانزعاج إذا العمليات القتالية الدائرة حاليا ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى أيضا أعرب السيد الأمين العام عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية مسئولية الأطراف المتحربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك ينتهي بيان السيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية بنتمنى يا رب يا كريم للسودان أنه تستقر الأمور وتهدأ بالكلية دي كل أمنياتنا كمنطقة عربية أظن بالكامل وبالتأكيد أمنياتنا نحن كمصر بخصوص السودان اللي ليها وضعية شديدة لاختلاف في قلوب كل مصري ترجمة نانسي قنقر